الخبر العاجل الذي وردنا بأن فصائل العراق تعلن استهدافة فجر اليوم ثلاث مواقع حيوية شمال إسرائيل مع هذا الإعلان سيد سرمد لنفترض أن إسرائيل ترد على استهداف لفصائل العراق بمثلا اغتيال لشخصيات دينية أم شخصيات سياسية داخل الأراضي العراقية فكيف ستكون استراتيجية الوضع في هذه الحالة وأيضا من ناحية أمنية يعني للأسف ما أقدر أعطيش تفائل يعني أنت قد تطلبين مني أنه أنا أنطي تحليل متفائل في هذا الموضوع لكن ماكو يعني ماكو أي تحليل يكون متفائل أهم إذا ضربوا فقط الفصائل الفصائل راح ترد أيضا بصورة قوية هذا واضح جدا يعني لذلك ماكو خيار يعني هذول إسرائيل ربما ما رح تضرب إسرائيل أنا متأكد ما رح تضرب منشآت الدولة الحيوية لأنه أولا موجودة أمريكا في هذا الموضوع وأنا يعني متخوف مع العلم أنه الفصائل ما رح تضرب التحالف الدولي لكن أنا متخوف أنه تمتد إلى ضرب التحالف الدولي وضرب أمريكا أمريكا اليوم إذا ضربت إذا دخلت بصورة مباشرة هذه يعني رح تخلق لنا مشكلة يعني على رغم أنه أمريكا تتمت إسرائيل بالعتاد والسلاح ولكن أنا أتكلم عن استهداف مباشر إلى القوات الأمريكية مثلا هذا أيضا رح يسحب الأمريكان رح ينضمون إلى إسرائيل في قصف الداخل العراقي قصف الفصائل على رغم أنه الفصائل أكيد أخذت احتياطاته في هذا الموضوع لكن الموضوع أنا أقول لك بأنه يمثل خطرا كبيرا يعني على العراق فلذلك اللي أتمنى من أخوتنا جميعا أن يفكروا جيدا ويحسبوا الأمور ويزنوها بميزان دقيق لأن الوضع ما يتحمل والمواطن العراقي المشكلة ما يتحمل المواطن العراقي أنا قلت لك يعني نحن المشكلة يعني أكو نسبة بطالة عالية أكو مطلوب توفير غذاء لهذا المواطن أكو كثير من الأمور أكو 40 مليون نسمة شلون تعيشيهم زين خاصة إذا ضربت طرق العمداد خاصة إذا ضربت المنشآت النفطية مين تطي رواتب إلى الموظفين مين تمشي العقود يعني حتى عقد التسليح تتوقف حتى العقود كثيرة حتى عقد هذا ما التنمية وغير التنمية حتى هاي الجسور الذي يبنيها السوداني همية تتوقف فإذلك يعني واني قلت لك يعني يجب أن يحسبوها ويزنوها جيدا موسيقى 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 موسيقى